علنت الرئاسة السورية منذ قليم وفاة الإعلامية الكبيرة لون الشبل مستشارة الرئيس بشار الأسد متأثرة بإصابتها في الحادث الأليم الذي تعرضت له منذ أيام لون الشبل واحدة من الوجوه الإعلامية المثقفة والواعية كان لها حضورها الكبير وقامت بإجراء حوارات مع عدد من القادة العرب مثل سموه شيخ زايد بن سلطان رئيس دولة الإمارات الراحل وسموه الأمير جابر الأحمد صباح أمير الكويت الراحل كما قامت بتقطية أحداث هامة إقليمية ودولية لون الشبل كان لها موقفها الحاسم تجاه الحرب الإرهابية على بلادها استقالت من قناة الجزيرة عام 2010 بعد موقفها المعارضة للإرهاب فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات بسبب تأييدها للدولة السورية خالص العزاء للشعب السوري وللقيادة السورية